محمد الحميدي لشغلة الشارع الكويتي فيما يخص موضوع الاستئناف طبعا راح يقدم بإذن الله بعد اجتماع هيئة الدفاع لوضع النقاط المهمة اللي ممكن تخدم هذه القضية الحيثيات أستاذ العزيز هي كانت واضحة بلا شك يعني هي ركزت على نقطة مهمة مذكور في المحكمة أنها أشارت المحكمة بحكمها إلى أن سبب الرفض لطلبها المرافعة اللي هو الغرض منه التأطيل المواطلة وتضليل ولا فائدة من إجابة متهم إليه الأجدر ماذا تقصد المحكمة بأن الهدف كان المماطلة والتأطيل رأت المحكمة أن كثرت طلب من فريق هيئة الدفاع أجل لاستدعاء الشهود ورأت لا فائدة أو لا جدوى من استدعاء الشهود مع العلم أن هذا يعتبر حق أصيل للمتهم لاستدعاء الشهود بأي طريقة ممكن أن يثبت فيها براتة كون القانون الإجراءات حسب ما نستطيع المادة 120 نص على ذلك فكان الأجدر من المحكمة أنها تعطي أجل أخير للمرافعة بذلك تكون قطعت شهود كبير وغطعت أي فكرة لمحاولة التأجيل حسب ما أدعت وذكرت في حكمها الموجودة بعد صدور الحكم صرحتم ببطلان هذا الحكم لعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة ماذا تقصدون بتوفير الضمانات العادلة للمحاكمة؟ بالنسبة للمحاكمة العادلة للمتهم في جناية يجب أن يكون لديه محامي ومثبت في محضر الجلسة أما إذا كان المتهم لوجد محامية تضطر المحكمة إلى إسناد أي محامي موجود في قاعة المحكمة وإن لم يوجد المحامي في قاعة المحكمة تذهب المحكمة إلى مدى أبعد والذي هو طلب من نقابة المحامين الكويتية لحضور محامي مع المتهم هذا ما نصرت عليه المادة 120 في قانون الأجراءات وأيضا المادة 34 من الدستور الكويتي اللي يوجب في إعطاء كفاءة ضمانات تكفل المتهم الوصول إلى حق البراءة اللي هو يعتبر الهدف الأسمى في هذه القضايا أيضا أستاذ العيزي إذن بننظر على التفاقيات الدولية وأنا دائما أحب أركز في جميع اللقاءاتي أن الكويت ملزمة في تطبيق هذه الاتفاقيات كونها مصادقة عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي وموقعة ومذيلة بتوقيع صاحب السمو أمير البلاد وهذه الاتفاقيات تعلو حتى على القانون المحلي نجد في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية مادة 14 فقرة ثلاثة ركزت بتفنيت حضور المحامي وتمكين المتهم من توكيل محامي وسؤال الشهود وأحضار جميع الشهود يعني في أربع فقرات متتالية ركزت على هذا الأمر أيضا في الاتفاقية اللي وقعتها الكويت اللي هي الإعلان العالمي اللي حقوق الإنسان نجد في المادة 10 والمادة داعش فقرة واحد يعني جميع هذه المواد والاتفاقيات الرسمية والملزمة فيها دولة الكويت تمكن المتهم من توكيل المحامي تمكن المتهم من استدعاء الشهود اللي يجد براءتها فيهم فهذا الأمر كله لم يتم في ما حصل في غضية مسلم البراك جميع هذه الأمور لم ترفذها المحكمة ولم تستجب لها بل حجة تدعوة للحكم فيه أمر يعتبر سابقة أنا بذكر بس جزئية بسيطة إذا كان متهم من أي جنسية أخرى ولا يملك محامي وفي داخل القفص ومحكوم لا يمكن للقاضي أن يصدر حكم أو يؤجل إلا بانتداب محامي فتجده في الغاعة المحكمة يضطر لطلب من المحامين لو سمحت يا أستاذ تفضل ترافع أو تفضل تتوقع عن هذا المتهم لكن بعد انسحاب هيئة الدفاع فسرت المحكمة بأن هذه تعد مماطلة للحكم من حق هيئة الدفاع أنها تنسحب إذا رأت أن لا جدوى من وجودها في المحاكمة هيئة الدفاع ثبتت في محظر الجلسة انسحابها فكان المفروض من المحكمة أنها توفر محامي أو تمكن المتهم يعطى أجل أخير لتمكين محامي فهذه الأمور اللي احنا تعودنا عليها في حالك وهذه الأمور اللي نصت عليها مواد الغانون اللي نعرفناها الآن وبعد أن صدر هذا الحكم هل هناك إجراءات قانونية تمكنكم يعني من إيقاف هذا الحكم أو من سجن البراك لا يمكن إيقاف هذا الحكم إلا في أول جلسة للإستيناف الإجراء المتبع راح يكون تحديد أو طلب جلسة للإستيناف وتحديد جلسة لهذا اليوم وحضورنا مع المتهم يجب حضوره في هذا اليوم إذا لم يسلم أو إذا لم يسلم نفسه مسلم البراك نطلب وقف النفاذ وإخلاء سبيل المتهم اللي حين للفصل في الغضية بالإستيناف لكن بداية سيسلم نفسه وبعد ذلك لا يمكن الطلب إلا بعد تسليم نفسه أو حضوره أمام القاضي في يوم جلسة الإستيناف تتوقع الإستيناف سريع سوف تكون هناك جلسة قريبة للإستيناف والله في هذه الحالة أنا أتمنى ولا أتوقع أن يتم تحديد جلسة سريعة كما حصل مع النواب السابقين الطاحوس والصواق والداهم لانتشال البلد من أمور جميعنا لا نتمنى ولا نعرف ماذا يدور في المستوى نعم عضو هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك الأستاذ المحامي محمد الحميدي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك